موسلز which have more than one head. في عندنا موسلز يا جماعة بتكون طالعة بكزا هيد. زي مثلا العضلة المشهورة دي اللي في الفرانتوفزار من اللي احنا عارفينها. طالعة من two bones. وليها two tendons. وعشان كمان بتقليل ليها two heads. هيد على فكرة يعني sips. وديما تبقى ليها two يبقى دي اسمها by sips. خدنا في terms of numbers. two يبقى by. او die. وثلاثة تبقى try. واربعة تبقى quadri. فلو عندنا موسل طالعة two heads يبقى by sips. طب لو طلعب تلاتة هيدز بقى دي المسل of the back of the arm. موسل of the back of the arm. اه دي ليها head. واحد. اثنين. وديب كمان للحطة دي في واحدة كمان تلتة. يبقى احنا كده ون عندنا تلاتة هيدز يبقى دي اسمها triceps. ليها المسل of the back of the arm. طب بص بقى افتخدك كده هو نحسس على front of the side. الفرانت of the side دي اه دي هيد. وتحتها كمان في هيد. يبقى اثنين هيدز. الاثنين اللي بيت دول. two heads. وبعدين عندك هيد ميديل. وعندك هيد لاترر. يبقى دي لها اربع هيدز. يبقى اسمها quadriceps muscle. ام. بعد معرفنا المسلز اللي هي كزا هيد. نيجي بقى لtypes of muscle action. ايه type of muscle action؟ في عندنا اي حركة انت بتحب تعملها. bear muscle movement. حركة انا عايز اعملها. دي بتتعمل بمسل واحدة؟ لا دي الحكاية مع اداء اكتر مما تتصور. دي بتحتاج muscles كتير. groups of muscles. عشان تشتغل مع بعض. وتشتغل في نفس الوقت. وتعمل coordination مع بعض. نبوصل الان ما حتيجي تعمل اي حركة. هتبص تلاقي فيه عندك اربع مجموعات من المسلز بيشتغلوا في نفس الوقت. ايه الاربع بقى مجموعات من المسلز ايان؟ احنا ممكن نقسم بقى المسل حسب الرول بتاعها في الحركات. الى اربع انواع من الاكشنز. اول بتنشيط. انشيط يعني start. تبدأ. and maintain the movement. فاللي حيبتدي الحركة وهيحفظ على الحركة دي تقسمه prime mover. اشهر مثال نضربه بالالبو joint. flexion of the elbow. اتفقنا بكده ان كل المسلز في الفرانت of the upper limb دول flexors. بيتنول البرلم. وكل المسلز اللي على الباكة of the upper limb are extensors. بيعملوا extension. بيفردوا الليم. فاحنا عندنا بقى المسل دي في الفرانت of the upper limb. موجودة في الفرانت of the arm. وعشان في الارم سموها brachialis. ليه يعني في الارم يتبقى brachialis. عسل انت الارم بتاعك دوا ده اسمه brachium. والعضل السيئة اللي في دي تبقى اسمه بركيس. ودي معدية in front of the elbow. واكيد لو التاني تديل prime mover. which initiate. which start. and maintain. flexion. طب لو عايز بقى اعمل extension. مين البرلم موفر اللي على الباكة of the arm اللي هيعمل لك الاكستانشن. فالبرايم موفر للإكستانشن اس اللي هو هبتدي الاكستانشن. وحافظ لك على الاكستانشن لحد ما عامل complete extension اللي هو التراي سيبس. فكل حركة عندك الجسم الليها برايم موفر. زي الفيليكشن اوف زي قلبو للبركيالس. والاكستانشن اوف زي قلبو ليه التراي سيبس. دي اول عضلة اللي هي الاساسية اللي اسمها البرايم موفر. طيب في عندنا بقى في العضلات حاجة اسمها antagonist. دي العضلات المضادة للبرايم موفر. يعني مثلا. البراكيالس دي مش بتعمل flexion. العضلات اللي بتعمل extension للقلبو دي عضلات مضادة ليه. بتمنع extension او توقفه. نفس الحكاية. الاكستانسورس دول مش بيعملوا extension. يبقى الفيليكسور بيعملوا عكس الاكشن بتاعه. فالفيليكسورس والاكستانسورس دول هم دول الانتاجونست. زي الابدكتورس. اكيد الانتاجونست بتاعه مين؟ الاددكتورس. فالانتاجونست دول اللي هم بيعجسوا الاكشن بتاع البرايم موفر. ودي على فكرة ما بين البرايم موفر والانتاجونست ده مهم جدا. ليه بقى؟ هو انا دايما عايز اعمل الكمبيليت فليكشن؟ لا اطبع. ده في معظم الاحوال انا مش عايز اعمل الكمبيليت فليكشن. زي مثلا ما يكون بلعب تنس او بلعب تنس طولة. هل مثلا لازم اعمل الكمبيليت فليكشن لحد ما المضرب يروح خبط في دماغي؟ لا اكيد مثلا هروح اعمل في الفليكشن لدرجة معينة. فنما روحت اعمل اهو فليكشن لحد الدرجة المعينة دي تروح الاكستنسور عاملة كونتراكشن. توقف الفليكشن. وفي نفس الوقت طبعا الفليكسورز تروح موقفة الكونتراكشن بتاعها على كده هو. ما تكملش كونتراكشن اكتر من كده. وطبعا الكوردينيش العظيم ده بقى ده الشغل بتاع البرايم. ان الفليكسورز توقف عند وقت معين من الكونتراكشن والاكستنسور تروح عاملة كونتراكشن عشان توقف الفليكشن. ده طبعا العمل بتاع المخ وحاجة لا ارادية ربنا عاملها لنا. فالبرايم موبر ده اللي start initiate and maintain الاكشن بتاع اي حركة. وكل حركة لها البرايم موبر بتاعها. الانتاجونيس اللي هم بقى عكس بعض. الفليكسورز اكيد الانتاجونيس بتحمل الاكستنسورز. والعكس. الانتاجونيس بتاع الاكستنسورز اكيد الفليكسورز. الابداكتورز. الانتاجونيس بتحهم الاداكتورز. وهكذا. في عندنا بقى الماصلز حسب الاكشن غير انه هم برايم موبر او انتاجونيس. في عندنا عضلات مهمة جدا اسمها الفيكسيتور او الاستابيلايزر. ايه الفيكسيتور او الاستابيلايزر ده الاكشنز اللي بتحصل على الهيومرس. والهيومرس بتتحرك عند انهي مفصل عند الشولدر جوينت. والشولدر جوينت ده ماشى الله يعني. مفصل قوي جامد جدا. ولا مفصل مزخرة وضعيف. خدنا في الجوينت انه هو انستابل. واكتر جوينت بتدخليها هي الشولدر جوينت. فلو احنا اعمل اي اكشن على الشولدر جوينت وعلى الهيومرس ده هي. في حاجتين هيعمل لك مشكلة. اول مشكلة. ممكن اجبا اعمل اي اكشن على الهيومرس اللي السكابيولة تكون انستابل. ومش سابتة على الشيستوول. ومش سابتة فمكانها. فلازم عشان اعمل اشتغل على الشولدر والخيومرس احراف احركها لازم تلزأولي السكابيولة فمكانها. ففعلا نقدر نلزألك السكابيولة ديه على الشيستوول. ونلزألك السكابيولة ديه في مكانها وما تتحركش بالمسلز أوفزباج ده هي. ويتقال ساعتها الى المسلز الزباد دي اللي لزقت الاسكابيولة في مكانها فيكسيتور او استابيلايزر في عندي مشكلة تانية طب انا ممكن وانا بعمل اي حركة الهيومرس روح مخلوعة من الاسكابيولة ديسلوكيش لا فانا عندي بقى استابيلايزر تانية اللي هي العضلات دي اللي طلع من الاسكابيولة وانسرتت في الهيومرس العضلات دي مسك الهيومرس وشداها نحي الاسكابيولة ومثبتة الهيومرس في الاسكابيولة ويبقى دول بردو فيكسيتور ويبقى ازا الفيكسيتور او استابيلايزر دول دول لهم وظيفتين فكس زا اورجينوف زا مصر فهنا هوا هتوصلي مثلا الاجزامبل لو انا عايز اعمل ابداكشن للشولدر طب ما اللي هامل ابداكشن دولا مساء الدلتويت وعضلات تانية طبعا يعني زي السوبراس بيناسر بتاع مش مهم من الاسامة ده هيا المهم ما عايزين نعمل ابداكشن فالأورجين بتاع الدلتويت دولا من الاسكابيولة فالاسكابيولة دي المفروض الارجين بتاعها هيكون ثابت والانسرتشن في الهيومرس يكون متحرك لو احنا جينا بقى نعمل كنتراكشن دولا الاسكابيولة دي بتلقى كده وميعا وبتلعب عالشيس تغول ما ينفعنيش الكلام ده نروح ميثبتين بالاستابيلايزر زبطه انا او الفيكسيتور اللي هي المصد زوف زباك ده هيا طيب مش لازم نيثبت الجوينت اللي هي الشولدر لازم فهي بقى لازم كمان للفيكسيتورز دول بيثبتوا الجوينت اللي انا بشتغل عليها عشان ما تدخلعش ويعملوا ستابيلايزيشن للجوينت ويمنعوا الديسلوكيشن فده المثال الشهير بتاع الفيكسيتور او الاستابيلايزرز دول نيجي اخيرا بقى للهيلبرز اللي بيساعدون على الشغل اسمهم سينارجيست ايه المصد زباك السينارجيست دولي المصد وهي بتعمل كونتراكشن اعمى كده هو ده ممكن يكون فيه انوانتد موبمنت غزبا عني هتحصل تضعف لي الاكشن اللي انا عايزه مثال مثلا الفليكسورف the fingers دولي طالين من forearm وبيعدوا على front of the wrist وبيعدو على كل ال joints of the hand وال fingers فلو انا جيت المسل دي اعمل لها contraction زي ما اتفقنا بنيع المسل بتأثر على كل المفاصل اللي ما بين الارجن والانسيرشن فإذا كان الارجن في الفور ارم والانسيرشن في الفينجرز بالماغذر ده المسل اللي عاملة contraction هتعمل contraction لكل المفاصل جربها عن نفسك بقى كده هو والانسيرشن في الفينجرز هيكون قوي وجامد والهند جرب بتاعتك اللي هي مسكة الايد قوية زي ما انت عايز ولا ضعيفة على فكرة دي حتى يعني لو واحد كده هو مسلا من صاحبك الجيتات كده العيال اللي هم بقى حدين في الجيم على طول وانت طبعا كده ضعيف وبتاع كلية الطب وما لكش في ان انت تروح جيم ما عندكش وقت وبتاع فراح واحد من العالج جيتات دول جي غلس عليك وراح مسك مثلا حاجة كده مثلا سلسلتي ما بتاعتك في ايديه وقال لك لو راجل تاخدها منه احنا صحيح ما عندناش عضلات لكن عندنا مخ انت عارف تعمله ايه باصبع واحد تروح مسك الهند بتاعته وتروح عامل فليكشن للرست هتلاقي صاحبه عراخ راخد وخدت منه سلسلت المفاتيح وقالت له عيب يا ابن احنا ايه بطوع الطب اللي عندنا المخ مش العضلات فاحنا عندنا على فكرة لو المسز بتاعت الفينجرز عاملت فليكشن الفينجرز هي فليكشن في ريست الفينجرز هتبقى ضعيفة مش عارف تعمل فليكشن هنا تبقى تيجي الدور مين السينرجيست الاكستنسور تعمل كونتراكشن يسبت الريست ان اكستنشن جرب بقى كده هو انت مسبت الريست ان اكستنشن لو روحت اقافل الهند جريب بتاعتك هتبقى قوية جدا زي الوقت صاحبه ده اللي كان مسك اللي بتاعه في ايدي وفاكر اللي مفيش حد هيرى في كسبه ماشى فالسينرجيست دول بيعملوا ايه ماشى ماشى اه اخيرا بقى يا جماعة اه يا ترى ايه اسباب المسل الاتروفي يعني ايه ااتروفي يا جماعة المسل زي تخس ان المسل تخس دي قد تكون دي سيوس ااتروفي لان فيه قاعدة يا جماعة بتقولك العضو الذي لا يستخدم يضمر وبالتالى واحد ما بيحركش العضلات بتاعته والعضلات بتاعته هتخس اشهر دي سيوس ااتروفي لو واحد الكسر وتحط في جبس ما بيحركش اللم اموباليزيشن افتر فراكشور اتثبت اللم بتاعك في جبس بعد ما بتفوق الجبس ببصل العضلات خاصة اوي بيحتاج عليك طبيعي عشان يرجع العضلات لحجمها الطبيعي العضلات الجماعة عشان يكون حجمها طبيعي محتاجة جود نيرف سابلاي ومحتاجة جود ارتيريال سابلاي ايه رايك لو نيرف سابلاي باز ايه الضرب اما هون نيرف سابلاي دي بتيجي منين من البرين رايح الاسبين الكورد رايح في الاعصاب رايح للعضلات فلو البرين اتضرب زي الجلاطات والحاجات دي او الاسبين الكورد حصله انجوري او حصل نيرف انجوري اتقطع النيرف ده كله يخلي العضلات الدي نيرفيت دي اللي ملاش نيرف سابلاي بتخس كذلك الارتيريال سابلاي الماصر محتاجة غزة لو مفيش ارتيريال سابلاي الماصر برضو بتخس جامد جدا زي امراض كده اسكيميا اسكيميا عند كريز بلاد سابلاي فالحتة اللي مفيهاش بلاد سابلاي فبصت تلاقي العضلات اللي فيها خاصة خالص او ويبقى اذا احنا في الفيديو ده هوا اخدنا اللي هي العضلات اللي هي كذا باي سيبس تراي سيبس كوادري سيبس واخدنا انواع العضلات حسب الاكشن بتاعها وقلنا في اي حركة تلاقي لازم مسلس بتعمل اربع حاجات لازم فيه البرايم موفر اللي هو بيينيشيات و بيمنتين الموفمت وفيه انتاجونيست عشان توقف الحركة دي عند الدرجة المعينة اللي نعايزها دي الانتاجونيست اللي هي ضد البرايم موفر وعندنا الفيكسيتورس اللي لازم تثبت الارجن بتاع العضلة وبتثبت المفصل اللي انا بشتغل عليه احسن يتخلع اسميها فيكسيتور او استابلايزر واخدنا السينارجيس اللي هي الهيلبر المساعدة اللي هي لو فيه اكشن هيحصل نتيجة العضلة الكنتراكشن بتاع العضلة دي نروح مسبتين الانمونتد موبميند دهوا اللي مليوش لازمة عشان العضلة تبقى موجهة كل جهدها لبيربوسفول موبميند يعني فعلا اكشن لهدف يكون اقوى وماكسيمم اكشن زي ما نعايز واخدنا اسباب المساعدة تانكيو فور جود لسنينج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة